السلام عليكم و مرحبا بكم مع الشف والد اليوم كما جرت العادة حضرت معكم فيديو وصفة اقتصادية بسيطة تقدروا كامل ديروها و مكاش لفليزة الجنية ميحبش العصاص هادو العصاص مع اليقو مع اليطاكوس مع اليساندوش تاعنا مع البرجر يجو بزاف بنان بون دخلت لكم هناليا اربعة العصاص والمايوناز بيدون 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 خليلكم رابطها في صندوق الوسك فش تخدموا مايوناز بيدون بيدون هنا هادو الأنصار يجو خفاف ويمدوا لذاق الصندويتش اول حاجة هنالالجيريان نعم كثير من المال نعم الثانيه هنالالالتانيه هنالالالهجيريان ногل س participating ومشوائي 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 الوصفة الثانيه هي الساس كاباب ساس كاباب هدية يطعم من المال انها مشوائي مهتراك لدينا الكثير من الملحة السوس الرابعة هنا السوس ساموراي السوس ألجيريان السوس ألجيريان مكونات التوحى بسيطة أخذت 4 ملاعق أكل طعم مايونس بدون بيت نصف ملاقة قهوة طماطم مصبارة أخذت شوية في الفلاكري حار و شوية الملح و هنا بودرة التوم و شوية في الفلكحال ملاقة قهوة نصف ملاقة قهوة وهنا ملاقة أكل تباصل تقضع ملاقة أكل في الفلاكريق تحتاجون الكثير من التوم يا ربنا يحتاج من الملحة كما ترون تحضرنا ملاقة أكل من الملحة أكل ولا تقضي لم ينزل اضافوا مرقيق و اضافوا طماطم مصبرة و نسف ملاقة القهوة اضافوا فلفل الحل والملح و الفلفل العكري حار و شوية الملح و بودرة التوم خلطوهم كامل و صوص الجينيان تكون واجدة تتبعوا بايا بك في الفيديو و تتفاهموا كل شيء و الان نخلط فيها كما ترون خلطوها ملاحة قد احتدت لمكونات متجنسة و الصوص اخر بالنسبة للصوص الثاني اخدمت لكم الصوص باربيكيو الصوص باربيكيو هذه الصوص باربيكيو تتبعوا معي المقادر بسيطة جدا اضافت هنا حوالي نصف كاس تا كيتشوب هنا اخذت ملاقة اكل تا سكر و ملاقة اكل تا حسل اي نوع تا حسل حر او نورمال هنا ملاقة قهوة لموتغط و ملاقة قهوة تا خل بالنسبة للزي بيس عندي فلفل العكري حلو و فلفل العكري حار و ديت بودرة التوم هنا كل الشاف اللي بالنسبة للزي بيس خودوا ملاقة قهوة و نخلي لكم كلش في صندوق الوصف يفش المقادر بالضبط هنا اخذت كيتشوب اضفت فوقها سكر و نضيف فوقها الخل و العسل و المطارد و نضيف فوقها لزي بيس كامل و نخلط المكونات مع بعضها جيني لقوتها بزاف ملاحة تبعوه معي في الفيديو هنا كيف شراني نخدم فيها قلت لكم سيجوست وصفة بسيطة تقدروا كامل ديروها في البيت نصنع من السلط المكونات معه نحن لدي مكونات مع بعضها و تكون سوس باربيوكيو تاكو موشدة من وصفة بسيطة كما هذه خلطوها من حدث و نركح نحضر مع بعض السوس ثالثة سوس كاباب هذا نيقه بزاف ملاحة بالنسبة للمقادية السوس كاباب اضعوا نوع من فروماج بلان اي نوع فروماج بلان اضعوا 4 ملاق اكل لما لا يحبون اوزن بالميزان اضعوا 250 غرام فروماج بلان اضعوا بودرة التوم سنينة صغيرة شوية الفلفل لكحلب شوية الملح ومع دينوس قطعته ارشيته شوية يرقع لانه يجب ان يأتي اخلص السوس هنا اضعوا ملاقة اكل تاياوخ تستغنى على يوخ ناتورال لكن اضعوا ملاقة اكل تاياوخ ناتورال سوف يأتي ملاقة أكل تاياوخ ناتورال ابدا في الوصفة اضعوا ملاقة بلان ملاقة اكل تاياوخ ناتورال ثم وفل كحالب والملح ويخلط المكونات مع بعضها مليح وفي الآخر نضيف سكرف جو فوقها سنينة تعد ثم ونضيف لها عصير نصف ليمونة تمد أنه يدوق بزاف المليح كما ترون هنا خلطوا المكونات المليح مع بعضها ونضيف لها عصير نصف ليمونة ونضيف لها عصير نصف ليمونة وخلطوا المكونات جيدة مع بعضها محتيولة الخالطة متجانس خلطوا مليح مكوناتها ونضيف لها عصير نصف ليمونة ونضيف لها عصير نصف ليمونة وهنا نصف لها صاموراي الصاموراي كانت من يمونة كثيرة وحبتها ومكوناتها بطريقة سامبل هنا في المقادر لديه ثلاث ملاقة أكلة مايوناز ملاقة قهواتا هريسة ملاقة قهواتا لمموتخض ثلاث ملاقة أكلة كيتشوب ثلاثة كيتشوب بالنسبة للزي بيس نصف ملاقة قهواتها فلفل حار و نصف ملاقة قهواتها فلفل حار فلفل حار و فلفل حار الاساسي لديها قليلة حارة لديها الكثير منها نخلط المكوينة مع بعضها مايوناز و كيتشوب والزي بيس و الموتار نخلطهم بها حتى يكون الخليط متجانس موسيقى 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 فالهنا عندما خلط الخالي تقريبا الى الصمورى تقريبا حتى يكون لكم خالطتاك متجانس لا يوجد شيء مثل هذا ضفت عليها قليلة هريسة بحبت الاصص تأتي تجيني قليلة تقريبا الهريسة تحتوي على تقريبا الهريسة تحتوي على الهريسة تحتوي على الهريسة لا تقريبا الاصص تأتي بها تراها في طبق تقديم والااصص تأتي اليوم لحضرناهم مع بعض طريقة بسيطة تستطيع كامل تطبيبهم تحتوي على الاطفال يحبون الكثير في صندويجهم لا تخافوا منهم لا يوجد مواد اضافية وتستطيع كامل تستعملهم في صندويجهم وصلنا هنا في الاخر الفيديو اذا اعجبكم الفيديو تقريبا الى اليوم تجعلوا لي الجام ونرجع لكم كامل في التعليقات و اي حاجة مفهومة في الفيديو ولا حاجة مفهمتوهاش نجاوبكم ان شاء الله كامل اتحال الله في الوحديكم تلقى في وصفات اخرى ان شاء الله قبل الاخير اتحال الله قوس اتحال الله اشتركوا في القناة